يقول جئت من سوريا ومعي زوجتي جاءتها الدورة الشهرية جئت من سوريا ومعي زوجتي جاءتها الدورة الشهرية وهي في الحرم ماذا تفعل هل تخرج من الحرم وتبقى خارجه وليس معها احد ام تمكث في الحرم دون ان تطوف وتسعى وتصلي كان قصد بالحرم المسجد الحرام هي ما تدخل للمسجد الحرام ولا غيره من المساجد الحائض لا تدخل المسجد الا للمرور فقط اما تجلس فيه لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنوب فتبقى خارج الحرام عند الابواب تجلس عند الابواب في التوسعات الخارجية التوسعات الخارجية اللي خارج الأبواب تجلس فيها وتعرف مكانها وتمر عليها إذا صليت